اشتركوا في القناة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا أردنا أن نكون جادين في حياتنا في خدمة الإسلام علينا أن نتعبد الله عز وجل التعبد المطلق هناك تعبد مقيد وهناك تعبد مطلق الله يريد مننا أن نتعبده تعبد مطلق ما الذي يرضيه سبحانه وتعالى نسعى إلى ذلك لذلك بعض الناس يظن أن أفضل العبادة التي فيها مشقة أو أفضل عبادة التي فيها العمل المتعدي للآخرين لا أفضل عبادة هي التي يرضاها سبحانه وتعالى في الوقت الذي يحبه عز وجل فمثلا أفضل العبادة في وقت الصلاة أنك تصلي أفضل العبادة إذا كنت موجود عند والديك بر الوالدين أفضل العبادة في إظهار شعائر الإسلام عليك أن تقوم به وشعائر الإسلام كثيرة جدا إذا أردت أن يظهر الإسلام يجب أن تعمل بما يظهر قوة هذا الدين ولا شك إذا أردت أن تعمل على إظهارها هذا الدين عليك بتوحيد الصفوف وإتلاف هذه النفوس هذا أمر مهم جدا الأعداء أعداء الإسلام أكثر ما يغيظهم ويجعل في قلوبهم الحقد والحسد والتشفي هو اتحاد المسلمين ربما نختلف هذا شيء طبيعي هذا شيء طبيعي الصحابة اختلفوا قضي الله عنهم ورضاهم لكنهم ضد الأعداء كالجسد الواحد وإذا اختلفنا يجب أن نعذر بعضنا بعض لأن هذا أمر يعتمد على أفهام الناس هذا يفهم شيء وهذا يفهم شيء لكن في الأصول نحن متفقين وإذا كتجد الأم الأربعة رضي الله عنهم ورحمه الله بينهم خلاف لكن ليس خلاف على الأصول الخلاف على الفروع ما يمنع هذا إيش المشكلة عني لما اختلف على الفروع المهم القلوب تتوحد القلوب تتوحد وتأتلف وكل واحد حريص على أخوه ينصر أخوه ويحاول أن يعني يستر عليه ما يتركه للأعداء كل واحد ينهش في هذا الجسد في جسد الأمة ونحن ننظر وفقط وننشغل فيما بيننا من صراعات ومن أمور ربما يفرح بها الأعداء لذاك عينا بالتناصح والتواصي قال عز وجوه تواصوا بالحق وتواصوا بالصد التواصي إيش التواصي أنا وصي ونت توصي مو أنا وصي ونت تسمع لا أنا وصي ونت توصي تصور مجتمع كلا يتواصى ولهذا قال عز وجوه الدين النصيح الدين النصيح يعني كله نصيح ولهذا الصحاب رضي يرى عنهم بايع والنبي عز وجوه على هذا يقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم كأنها من أركان أركان الدين يعني الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم إذا حرصت على هذا الأمر لا شك أنك ستكون من الناس الذين لهم الأثر الكبير والبصمة العظيمة في الاستمرار استمرار هذا الدين بعزته وقوته من الأمور التي تعين كذلك على العمل الجاد في الانتماء لهذا الدين أن نعمل في وقت الاختيار بعض الناس يعمل لكن إذا كان مجبور تقول ليش اعمل في وقت الاختيار وقت الاختيار أفضل لأن وقت الجبار الكل يعمل مثل حريق الآن مثل نسمح الله حريق في مبنى الكل يقوم ويطف في الحريق لأن هذا مضطرين كلنا لكن ليش ما يكون قبل لا يسير الحريق الكل يتعاون على الوقاية قبل العلاج نضع هناك الطفايات التطفئ الحريق نجعل هناك العوازل يعني قبل أن يكون الحدث هذا في الأمور الماديات فكيف في الأمور المعنويات لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سؤل أي صدقتي أفضل أو كما سأل الصحابي قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح صحيح يعني سليم طيب ما فيك شي شحيح وهو البخل يعني هو أشد من البخل مع الحرص يعني بخل مع الحرص شحيح تخشى الفقر وتعمل الغناء ولا تمهل لا تأخر حتى إذا بلغت الحلقوم قتل لفلان كذا ولي فلان كذا وقد كان لفلان كانت تصدق من ما الورض أمولك الذي لك الذي هو لك فقط مالك ولك فقط الثلث إذا كانت هذه الوصية عندما يكون الإنسان في مرض الموت كما يقال فحرص كل الحرص على أن تعمل في وقت الاختيار كذلك من أمور التي تعين على نصرة هذا الدين ويكون عملنا جاد في رفعة وعزة هذا الدين المبارك علينا أن نستمر في العمل قال عليه الصلاة والسلام خير الأعمال أدوامها وأنقل ما تكون عندنا ربات فعل لأنه صار حدث الكل يشتغل والكل يعمل والكل مثلا يعني يبطن نفسه يسهر وكذا طيب وبعدين خلاص لا استمر الاستمرار هو الذي فيه القوة خير الأعمال أدوامها وأنقل فالفضل ليس في الكثرة الفضل في الاستمرار هذه قاعدة ذهبية مهمة جدا علمنا إياها النبي عسو السلام خير الأعمال مثل واحد يصلي في رمضان قيام الليل ويصلي التراويح طبعا في أول الليل وقيام الليل وقيام الليل في آخر الليل وبعد رمضان ماكو صلاة لا علاقة نصلي ولو ركعتين استمر فيهم أو مثلا بعض الناس يختم القرآن في رمضان ممكن ثلاثة أربع مرات وبعدين بعد رمضان ولا حتى ختمة وحدة هذا خطأ على الأقل تختم أنت في رمضان أكتم الختمة وتكون هذه لك أيضا تشجيع أنك تختم على الأقل بسنة أكتم مرة خير الأعمال أدوامها وأنقل لذلك يهرس الإنسان أيضا حتى على الصيام ويهرس كذلك على حتى النفقات أو الصدقات الناس مثلا كلها نعمها ما نقول رمضان وقت فضيل نعم صحيح هذا صحيح لكن مو معنى هذا أنه رمضان وبعدين بعد رمضان أيضا استمر هذه تربية لنفسك والناس عندما تعضي الآخرين يجب أن تفكر أن أنت مهم جدا لا تنسى نفسك لا تنسى حظ نفسك نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يرحمنا برحمته ويلطف بنا ويوفقنا لنصرة هذا الدين والحمد لله رب العالمين إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام فعالياتنا وأنشطتنا نلتقي بكم في حلقات مقبلة لكم منا أجمل تحية ومع السلامة